أحوال الطقس من قناة النهار أهلا بكم مشاهدين إذن الأجواء دائما تبقى رعدية ممطرة مع درجة حرارة مرتفعة على أغلب المناطق الشمالية وحتى الولايات الجنوبية خلال ظهيرة يوم الجمعة إذن أكثر تفاصيل عن الوضعية الجوبيا نبدوها بصورة القاملة الإصناعي والتي توضح أن تشكل سحب كثيفة على أغلب المناطق الشمالية الرياح ستصل إلى 40 كم في الساعة للمناطق الجنوبية ولن تتعدى 30 كم في الساعة بالنسبة لأغلب السواحل الوطنية وكذلك المناطق الداخلية إذن توقعات الوضعية الجوبيا إن شاء الله خلال صباحة يوم الغد الأجواء ستكون دائما مغشات فيما يخص أغلب ولاية الوطن مع تشكل الضباب فيما يخص أغلب السواحل الوطنية ونسبة الرطوبة تصل إلى 60 بالمئة بخصوص درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال صباحة يوم الجمعة ستصل إلى 32 درجة لإنسالح وأدرار 23 درجة لغردية الزفانة المنيعة والمغية 22 درجة لحسجلها بيتيندوف ستصل إلى 24 درجة لبشار 31 درجة لإليزي جانات وإنامنا 17 إلى 18 درجة للمناطق الساحلية 17 درجة بالنسبة لباتنا خنشلوات بسا 16 درجة لقسنطينة وسطي في حدود أو نفس المقياس كذلك بمعسكر وتلمسان 19 درجة لقال مطارف والسقهراس 18 درجة للغواط بسكرة وكذلك عن نابة إذن توقعات الوضعية الجوية إن شاء الله خلال الظاهرة دائما تبقى الأجواء غائمة ستكون مرفوقة بتساقط أنطار رعدية فيما يخص أغلب السواحل الوسطى والغربية المناطق الداخلية وخاصة منطقة الأوراس ونفس الأجواء كذلك رح نسجلها على بشار تيندوف أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوكار والتاسيلي جزء مباشرة لدرجات الحرارة القص والمساجلة إن شاء الله خلال الظاهرة ستكون إن شاء الله مرتفعة فيما يخص عن نابة جيجة الويسكي كذا 30 درجة 32 درجة لقسنطينة سطيف قلمة طارف سقهراس ستصل إلى 38 درجة 26 درجة على وهران عن تيموشن تمستغان معين الدفلة والجلفة ستصل إلى 38 درجة على شلف غليزان وأسيدي بالعباس في حدود 35 درجة على الغوض وابسكرا 28 درجة على المغنية وتلمسان 46 إلى 47 درجة على مغيس تحت الظل بالنسبة لإنس على حضرار تمياوين برج بجي مختار وإنقزان 35 درجة على الخطر رابط بين منطقتين بشار واتيندوف كذلك بني عباس وأولاد جلال 40 درجة على غردعياز الفانا والمنيعة 38 درجة على الوادي وكذلك توكورت بالنسبة لحالة البحر سيكون قليل الأثرة بلا مضطرب على أغلب السواحل الوطنية الرياح ستترى وحما بين 40 حتى 50 كم في الساعة الرؤية متوسطة اتجاه الأمواج شمالي إلى شمالي شرقي وعلو الأمواج سيترى وحما بين المتر إلى المتر ونسب وقبل ما نختم ونشرتنا لإنهار اليوم نتوجه بكم إلى ولاية النعامة إذن خلال يومي الجمعة والسبت الأجواء ستكون منطرة مع درجات حرارة دنيا مع السباح تتراوح من بين 17 إلى 21 درجة والقصوى من بين 29 إلى 34 درجة سرعة الرياح في وحشة عدة 30 كم في الساعة والرطوبة حوالي 45% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بوراقة المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه توقع الحوالي الضقص المرتقبة خلال صباحة وظاهرة يوم الجمعة بإذن الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة في مانيلا